افتكروا ليه احنا بنستنى نهاية كل سنة احنا بنستنى نهاية كل سنة علشان نجمع لكم اكبر منتجات احنا جربناها في خلال السنة ونقول لكم على الافضل والنهاردة هنتكلم عن افضل منتجات لعناب البشرة ولكن سعرها اقل من مية جنيه وطبية من الصيدلية فيلا بينا هلو ازيكم يا احلى حاجة في حياتي عاملين ايه الاخبار يا رب دايما تكونوا كويسين وتكونوا بصحة وسعادة وسلام والف خلال احنا النهاردة هنتكلم عن افضل احنا جربناه في عشرين واحد وعشرين وكانت طبية والميزة كمان ان سعرها اقل من مية جنيه فطبيعا هي هتبقى في متناول الجامعة احنا هنبدأ على طول في منتجات العناب البشرة ومنتجات العناب الشعر هنعملها في الفيديو اللي بعد ده على طول اه بصوا تقريبا اه السنة تلتوبية خمسة وستين يوم انا جربت حاجات كتيرة جدا حاجات كانت افضل وحاجات كانت اسوأ حاجات كانت اسعارها غالية وكان عليها كومنت حاجات كانت اسعارها بسيطة جدا واتفجأت بالنتيجة فالطبيعي ان انا جربت حاجات كتيرة جدا بس احنا هنتكلم عن برودكت واحد او اتنين بس على اساس ان انتو ما تتلخبطوش وما يبقاش قدامكم الحاجات كتير فيلا بينا كل بناتو تكتبلي في الكومنت افضل برودكت جربته في عشرين واحد وعشرين ولازم يكون سعره اقل من مية جنيه وهنبدأ كترتيب بروتين العناية بالبشرة فمثلا افضل غسول انا جربته في عشرين واحد وعشرين والسعر اقل من مية جنيه من براند اسباني اسمها بيفاز او بايفاز اه البراند دي حلوة قوي والغسول شايفين حجمه قد ايه حجمه خمسمية ملي ده كان الحليبي اللي هو كان كريم شوية ده مخصص ليه البشرة الجافة وبينزل منه سعره مية وخمسة او مية جنيه بالزبط وبينزل منه اللي هو للبشرة الدهنية العادي جل كده ده سعره خمسة وتمانين خمسة وتسعين حاجة زي كده بس الغسول حلو جدا بيقعد معاك شوية حلوين البراند آآ طحفة جدا فهتلاقي بيسيب البشرة مترطبة بينظف البشرة كان من الاختراط الرائعة السنادي جدا بالنسبالي وتفاجئتي به وقعد معايا شوية حلوين جدا افضل طونر انا جربته في عشرين واحد وعشرين وسعره اقل من مية جنيه هو برضو من نفس البراند بي فاز او باي فاز هو مناسب لكل انواع البشرة ميزته ان هو بمية الورد طونر كان حلو جدا حجمه خمسة مية ملي قعد معايا شوية كويسين جدا كنت بحطه في التلاجة وبخ منه مسلا كده بس على بشرتي حسيت ان هو فتح بشرتي بمرور الاستخدام فكان اختيار موفق جدا من بي فاز افضل ماء مسلر انا جربته سعره اقل من مية جنيه خد بالكم لازم يكون حاجة تكون سعرها اقل من مية جنيه وانتي بتكتبين برضو من نفس البراند هو بي فاز كان حلو قوي في تنظيف البشرة حتى الميكب اللي هو كان بيشيله بشكل حلو بدون منع تفرقي في بشرتك وتعملي مرة واثنين وثلاثة لا ده كان حلو جدا فقعد معايا شوية كتير جدا لان هي استخدم قطنة واحدة بس كان بيبدأ يشيل المكياج بشكل حلو جدا المكياج اليوم او المكياج التقيل اي حاجة زي ما انت عايزة وكمان من افضل ماء مسلر اللي جربته هو من ايفون هو زيت شوية كان حلو جدا للمكياج التقيل او الووتر بروف مكانش برضو بيحتاج لفرق كتير كنت جابها تقريبا بستين جنيه خمسين جنيه في وقت زي كده في حاجة زي كده يعني بس في العموم كل البروتكت اللي انا هتكلم عنها نهاردة سعرها اقل من مية جنيه فعشان لو نسيت مسلا اقول سعر بروتكت او حاجة سأليش في الكومنت واعرفي ان هو سعره اقل من م تلت حاجة بنحطها على بشرتنا هو طبعا سيرم البشرة مفيش سيرم انا جربته طبعا بمية جنيه ومفيش حتى في الصيدليات ولا في اي مكان اي سيرم سعره اقل من مية جنيه ولو لقيته طبعا مش هيبقى احلى حاجة انت تتكلم جد لا حول ولا قوة الا بالله والله ما عرف غري مين لك دلوقت الكريمات الترتيب او الكريمات اللي موجودة في الصيدلية كريم الترتيب للبشرة الدغنية هو بلا مناسع وبلا منافس سعره سابين جنيه بايفن لكل انواع البشرة سعره خمسة واربعين جنيه تقريبا منذ كريم ترتيب برضو حلو جدا بخمسة واربعين جنيه كمان كريم التفتيح للبشرة الكريم اهو الكريم ده لتفتيح بشرة الوجهة او بشرة الجسم حلو جدا وسعره اقل من مية جنيه وكانت النتيجة مرضية هو مش بيفتح قوي بس بيوحد لون البشرة وبيحاول ان هو يفتح درجة واحدة بس او حاجة بسيطة كده بس هو من احلى الحاجات اللي جربتها وكان سعرها اقل من مية جنيه افضل كريمات للعيون سعرها اقل من مية جنيه اذا سعره ستين سابعين حاجة زي كده في رول كده بيبدأ يعمل مساج لمنطقة العيون حلو جدا هو مش بيفتح بس بيبدأ يرطب منطقة العين بيحاول ان هو يعالج الانتفاخات مش بيعالج الهالات قوي بس في المجمل هو من افضل كريمات اه اه منطقة مخيط العين وسعرها اقل من مية جنيه بالمناسبة يا بنات مفيش كريم لمطقة العين هيديك النتيجة المرضية الا لما تكون انت بتحلي المشكلة الداخلية الاول واحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده في فيديو عن كريمات الهالات او كريمات اه العيون اسيب المكان وامشي ولا اسيب الدنيا كلها وامشي واضرب نفسي بالرصاص وارتح منكم في اختراع كده انا عملته وكنت قلت لكم عليه هو كريم بايفين وكابسولات فيتامين اي من الصيدلية برضو سعرها بسيط هتبدأ اتحطي كام نقطة بايفين كده على ايدك وكام نقطة من اه تقريبا لمنطقة العين كل عين مثلا اه نقطة يعني مثلا هنا نقطة وهنا نقطة يبقى نحط نقطتين من كريم بايفين عليهم نقطتين من كابسولات فيتامين اي ونبدأ نخلطهم الاول على صابعنا وبعدين نبدأ نوزعهم على منطقة العيون بتبدأ ترطب بتحاول ان هي تعالج مشاكل البشرة وبتحطيها قبل ما تنامي عادي جدا وبتصحي اه بتلاقي منطقة العيون فيها ترتيب شوية وطبعا بتاخد وقت شوية على بال ما تلاقي النتيجة البنات اللي بتسأل على فيتامين سي ويكون سعره في متناول الجميع مش شرط ان احنا نحط حاجة على بشرتنا بفيتامين سي ممكن تخديق على شكل فوار فانا كنت بستخدم ده وسعره طبعا اقل من مية جنيه تبدأي تاخدي كل يوم قرس واحد بس فوار وتشربيه تحسي بنضارة في اه بشرتك وفي جسمك وفيش عارفه في كل منطقة فده حلو جدا وسعره طبعا اقل من مية جنيه ما فيش سامبلوك طبعا اقل من مية جنيه اسيب المكان وامشي ولا اسيب الدنيا كلها وامشي واضرب نفسي بالرصاص وارتح منكم بس بوبي عاملة حاجة حلوة قوي ان سعر السامبلوك بتاعها للبشرة الدهنية بمية وخمسين جنيه بس دايما بينزل عليه عروض تاخدي واحد وتاخدي التاني فري فيعني يعتبر مثلا واقف عليك بخمسة وسبعين جنيه واللي هو للبشرة الجافة او البشرة العادية سعره خمسة وتمانين جنيه اه لو انتي بتحب السامبلوك اللي بيبقى فيه تنت شوية هو موجود برضو من بوبي ومناسب لكل انواع البشرة وسعره مين جنيه بالزبط افضل ليب بالم انا جربتها وسعرها اقل من مية جنيه طبعا وبلا منازع وبلا منافس سعرها حوالي تمانين جنيه بس بينزل عليها عروض تاخدي قطعة والتانية على طول آآ فري فانتي دايما تستني العروض دي هتبقى حلوة جدا وبتاخد معاك شوية حلوين وفيه بينزل منها حاجات كتيرة جدا وطبية طبعا كمان تاني حاجة هو آآ لب بالم من شان سعره ستين جنيه وبرضو كنت جايبها في عرض تقريبا نزل عشرة جنيه او عشرين جنيه حاجة زي كده هو بزبطة الكاكاول بانسينول ترتيبه حلو جدا وبيحاول يعالج مشاكل التشققات في الشفايف كمان عندنا لونا سعره خمساشر جنيه وبيعود معاكي شوية حلوين جدا بس كده ده كان ريبيو عن افضل حاجات انا جربتها بسعرها اقل من مية جنيه في عشرين واحد وعشرين وهستنى الكومنت كل بانوتا جربت حاجة تكتب لي في الكومنت من تنسوش تعملوا سوبسكرايب للقناة وتفعالي الجرس الصغير اللي جنبه عشان تضمنين هيوصلك بكل ريبيو وكل معلومة جديدة انا بتكلم فيها بحبكم جدا باي باي